بتجاهز بلاكنتك ومحتار تختارني جيل طبيعي ولا صناعي خلينا نسأل عليه النجيل الطبيعي بيدي احساس حلو كده بالطبيعة وباللي انت عايش بس بصراحة محتاج شمس مباشرة وراي دائم وتصريف ممتاز للميا اما الصناعي فعملي اكتر بكتير لا راي ولا طين ولا قص مناسب للمسحات الصغيرة والاماكن اللي مفهز شمس وكمان سهل التنظيف لو بلاكنتك مفهز شمس وبتحب الزرع الطبيعي يبقى الطبيعي يا اجابك لكن لو بتدور على الراحة والنظافة والشكل السابط طول السنة يبقى الصناعي هو الحل بص يا سيدي الصناعي مميزاته اكتر من عيوبه بس عيوبه ليه حلول مش محتاج سيانة زي الطبيعي بيستحمل الشمس والمطر بيدي شكل حلو في البلكونة وسهل في التركيب بس خب بالك لو عليه شمس جمدة بيبقى سخن بعض الانواع ليها راحة مش لطيفة في الاول لازم يتنظف ويتركب صح ويكون ليه تصريف كويس يعني ما تجيبش الصناعي وتفرشه في الشمس وتستنى منه وبقى تكيف اختار النوع بجودة كويسة لان الخامة الصح بتفرق في الراحة وبتخليك تستمتع بالبلكونة من غير مفاجآت ساخنة ايه الخلاصة لو لسه محتار ابعت لنا على سال الصفحة او اكتب لنا كومنت واحنا هنساعدك تختار اللي ينسبك وخلي بلكونتك مكان مميز يديك احساس بالراحة دايما اشتركوا في القناة